والسارة. فما اقبال? هو انه فما اقبال متميز في الاربع ساعات الاولى احنا من الثمانية. قبل ما ندخل عندكم توى في الاستوديو. تقريبا اه سجلنا اه حوالي ثمانية مئة وخمسين ملف ترشح. اللي تم اداعه في الاربع سوية الاولى فقط. من الساعات الاولى فما اقبال? ثمانية مئة وخمسين ملف ترشح اوديع. نعم. في الساعات الاولة من ثمانية النص نهر ونص. في اليوم الاول. لانو العمليارة يتبتدى عشر ايام. مش تاخدوا فكرة. مه. على الفترة. وشنوها تنجم ونوصلوا عدد الترشحات. في ثمانية وخمسين آآ ترشح فيهم حتى سبعين آآ من حامل اللي اللي ترشحوا الانتخابات المجالس المحلية. والعدد هذية آآ تبشر بكل خير. انه مش يكون فهم ان شاء الله اقبال كبير على الترشحات. لانه الفترة ما زالت طويلة الى يوم آآ واحد آآ نوفمبر. وكما قلت راهي يوميا من ثمانية متاع الصباح لثمانية متاع الليل بدون انقطاع في كل آآ هيئاتنا الفرعية وفي كل المقارات المخصصة لهذا الغرض. ليك خيتاغ او المواصفات الناس اللي بيش تترشح كل واحد يرى في نفسه القدرة وان يكون آآ ممثل في في المجلس المحلي نجم يترشح. فما آآ سن معين فما صفات مواصفات معينة آآ ام ليس. نعم الشروط راهي هي بسيطة. اولا تكون عندك الجنسية التونسية وغير حاملة جنسية اخرى. نعم. ثانيا السن ثلاثة وعشرين سنة فما فوق. ثالثان تكون نقيس سوابق العدلية. رابعا تكون خالص في الاداء على الضريبة على الدخل والاداءات البلدية. نعم. وآآ فقط تجمع آآ خمسين تزكية آآ من متساكنية تلك العمادة. والخمسين تزكية ديك اشترها خمسين بدون تعريف بالامضة زادة. آآ اشترهم من النساء واشترهم من الرجال. واخمستاش على الاقل من الشباب بدون خمسة وثلاثين سنة. وثائق عادية صورة شمسية مضمون ولادة نسخة بطاقة التعريف الوطنية. وايقدم الملف امتاعه. في الفترة هذه كما قلت من اليوم حتى الواحد نوفمبر. من ثمانية عام صباح لثمانية عام تعليل. وكما قلت آآ قلت توارى وفما عنا قرابة ثمانية مئة وخمسين آآ مواطن تونسي آآ قدم للانتخابات في الساعات لولا اليوم الاول للترشحات. اكثر ولاية فيها اقبال فيها ناس مترشحة. والله اكثر الولايات هي الولايات اللي فيها نسيج ريفي يعني سيدي بوزيد آآ قسرين آآ تعرفوا انه العمادات غادي اغلبها عمادات ريفية فلاحية. فسجلنا آآ تقريبا اكبر عدد في الولايات الداخلية واللي كما قلت عماداتها يغلب عليها الطابع الريفي والفلاحي. في آآ في الاثنين المجلس المحلية الناس اللي تحب تزكي اي مترشح. لازم عنده الحق يزكي زو ثلاثة وإلى كل تزكية آآ بطاقة تعريف فلا كل مترشح يزم يلمد خمسين تزكية وكل مزكي يعني كل مواطن تونسي عنده الحق يزكي واحد برك. واحد برك. فقط وحنا نرى نثبته في المسألة هذي لان المزكي والمترشح يزم يكونوا قاتنين في العمادة ومساجلين فيها. وهذا يهم جدا وراه لنا الهيئة حطت خدمة بسيطة جدا للتثبت في هذا الموضوع. اي مواطن تونسي واي مترشح يعمل نجمة مئة خمسة سحين نجمة رقم بتاقة تعريف دياز تعتيه اسم العمادة والمعتمدية ومركز الاقتراع وكاكل نجم يعرف روحه ينتمي للعمادة هيكي او لا ينتمي. لان باش نسهلوا برشا على المترشحين في علاقة بتثبت من التزكية اللي جمعه. واللي عنده في بتاقة تعريف وما حينش الادريس متيعه ولكن اكثر من ثلاثة سنية مثلا مقيمة في براسة اخرى ينجم يجيب ما يثبت مثلا. بالطبع احنا شوف قلنا المواطن التونسي الساعي يتثبت عبر خدمة مجانية وسهلة برشا اتوال مية وخمسة سين اتوال رقم بتاقة تعريف دياز بشي جهة المساج اللي فيه وين مسجل وفنى عمادة وفنى مركز اقتراع. اذا كان هو راضي بالمعطيات هديك. يكتفي بذلك وما يعمل حد شيء اخر. اذا كان يحب يحين. يقوله يحين اش معناها? يحب يبدل المدرسة اخرى. او يحب يبدل الدائرة اخرى. العمادة اخرى او معتمدية اخرى او ولاية اخرى. لان التحين فما زص طرق. فما طريقة حديثة عن بعد ما تطلبش لا تنقل ولا تطلبش مجهود اللي هي يدخل الموقع اسمه ويدخل رقم بتاقة تعريف الوطنية ويتبع الاجراءات يتم تحيين متاعه او او يتصل باي مركز اه تسجيل تابع للهيئة اما قار موجودين في كل البلدية والمهتمدية او متنقلين مش تلقى الشباب متاعنا يدوروا في الصحات والفضائط العمومية لابسين يعني ازاي متاع الهيئة ولانه ينجم العون يثبت له ويساعدوا في عملية التحيين. طبعا.